هذا من الغباء الوهابي أيضا يزعم ابن باز أن الذي يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله فإن ذلك لا يجوز لأنه طلب من ميت والميت لا يقدر على الشفاعة لا يقدر أن يستغفر الله لنا لا يقدر أن يدعو الله لنا انظروا مدى الغباء إذا أخذناها قاعدة أن المرأة إذا طلب شيئا من عبد وهو غير قادر عليه بظني أنه قادر عليه فقد وقع في الشرك الأكبر فإذن يمكن أن نمشي ونكفر الناس إلى ما شاء الله حتى وهم مخطئون في الحوادث اليومية يعني نفرض أن رجلا كان مثلا في السوق وكان معه حمل كان معه صندوق مثلا وأراد وضعه في السيارة مثلا وكان ثقيلا عليه فطلب من شخص مر إلى جانبه قال له يا عبد الله هل لا أعنتني وحملت هذا الصندوق هو يظن في طلبه من هذا العبد هو يظن أنه قادر على ذلك فإذا به يجيبه يقول عفوا سامحني ما أقدر عندي ديسك مثلا عندي ألم في الظهر فأنا غير قادر على أن أحمل لك هذا الصندوق ها قد إذن قد تحقق المناط طلبوا غير المقدور من شخص من عبد خلص فورا نروح نكفر هذا نقول أنت أشركت شركا أكبر الله أكبر ليش أشركت شركا أكبر طلبت غير المقدور من عباد الله أنا ما أدري أنه غير مقدور أنا ظننت أنه مقدور بالنسبة إليه فكذلك الحال فيما لو انكشف يوم القيامة ولن ينكشف هذا طبعا نفرض جدلا هكذا فيما لو انكشف أن النبي صلى الله عليه وآله عياذا بالله غير قادر على أن يشفع لنا غير قادر على أن يدعو لنا وهو ميت يعني في زماننا هذا في دنيانا هذه للعبد حين إذن حجته أمام الله تعالى يقول يا رب أنا ظننت أنه قادر أنا ما خاطبت هذا البدن الميت أنا خاطبت الروح الحية روح محمد صلى الله عليه وآله يا رب إنك أنبأتنا أن الشهداء أحياء عندك يرزقون ونبينا صلى الله عليه وآله أعظم من الشهداء فلابد أنه حي إلهي إن نبيك هو الذي أنبأنا أننا حين نسلم عليه فإنه يسمع سلامنا ويرد علينا السلام وأن الروح تعود إليه جراء ذلك أحاديث مستفيد عندنا وعند مخالفين فأنا بهذا الظن بهذا الاعتقاد طلبت شفاعته لم أكن أعلم أنها غير مقدورة له هذا عذر يكفي يعذره عند الله عز وجل ليس مشركا لكن هي البلاهة الوهابية الجهل الوهابي الذي انظر انظروا السخف وهذا يسمونه إماما عندهم هذا مو أي واحد مو حي الله ما أدري عريفي مريفي مدري من وهذه الأرقوزات لا هذا الإمام بن باز ما أدري رئيس هيئة الإفتاء والإرشاد وما أدري كذا المفتي مفتي المملكة يسمونه مفتي المملكة هذا منطقه لا يعرف استدلالا صحيحا لا يعرف تقعيدا لقاعدة صحيحة لأن هذه القواعد الوهابية العجيبة الغريبة ترتد عليهم في الحقيقة ترتد عليهم